بسم الله الرحمن الرحيم النص مترجمة الآن للإنجليزي إلى العربية وضعنا بعض الملحظات باللون الأصفر من ناحية الدقة في المعلومات الترجمة دقيقة تحمل المعنى المطلوب من نقاط القوة في هذه الترجمة السلاسة اللغوية لاحظوا هنا وجود حرف الربط الصحيح بين الجملتين وهنا أيضا فإذا الرابط بين الجمل الصحيح لا يوجد فيها أي مشكلة من ناحية القواعدية لو وجدت مشاكل كثيرة وجدنا بعض الأشياء التي يجب ذكرها محرروا اللغة العربية عادة يحبون كلمة يعد وليس يعتبر لأن يعتبر من الكلمات التي يدقق عليها ودققوا اللغة العربية على كل حال يجب أن تكون هنا نوعا وليس نوع حسب الحالة العربية هذه البنية هنا غير واضحة نحن لا نحب كلمة يتم وما شابه ذلك لأنها لا تحمل المعنى المطلوب نستخدم كلمة تمة بتمام الشيء وانتهائي فربما لو اخترنا لي كي هنا يوجد حرف الفا يمكن غير مطلوب على الحكومة المعنية لكن هناك أيضا عدم دقة في المعنى فيجب أن تكون الحكومة التي يخدمونها التي يعملون معها التي يحاربون من أجلها يعني هذه هي نقص فقط في المعنى علامات الفاصلة المنقوطة تدل على جملة تفسيرية لا بأس هنا في كلمة أي مدام أن ذلك تفسير هنا لدينا خطأ في كلمة hostilities hostilities معناها الأعمال العدائية وليس معناها أعمال القتل لأن الحرب حتى لو لم يكون هناك قتل تسمى hostilities مناوشات نوع من المعنى المناوشات لكن هنا نسميها أعمال عدائية إذن الأعمال العدائية الدولية هنا يوجد خطأ في الربط اللفظي بين الجملتين لأن حيث ظرف مكان يشير إلى مكان معين هنا لا يوجد أي مكانة تحدث عنه لكننا نريد أن ننتبه أن الخاصية اللغوية البلاغية هنا في هذه الجملة تقديم مثال فربما نقترح أن نقول فعلى سبيل المثال عندما حدثت الحرب الكورية نظرت إليها حكومة البلاد المتحدة الأمريكية على أنها تدخلا للشرطة لا أكثر ولا أقل عمداً يعني صحيحة لكننا نركز على ضرورة وضع التنوين على الكلمة لا يوجد فيها أي مشكلة آخر جملة هنا نركز عليها أود أن أقول في بعض الأحيان إذا كانت الجملة غير مفهومة بالعربية نحتاج إلى إعادة صياغة مع الافتقار إلى وجود السلام أصبحت هذه الحروف المحدودة بديلاً مفضلة عن شبح الحرب النووية هذه ليست مفهومة لأن الإنجليزية مكتوبة بطريقة معقدة نوعاً ما هذه كلمات الأساسية وهنا وجد قواعد تحويلية المقصود بها because they are short of peace because the limited wars are short of peace because there is no peace in limited wars يعني بما أن الحروب المحدودة محدودة النطاق فيها صراعات فتعتبر بالنسبة للبعض على أنها أفضل من الانتظار في السلام لكن هناك دول تتصارع مع بعض في الحرب النووية ويمكن أن تنفذ هذه الحرب في المستقبل إذن ما يقصد في ذلك هنا وبما أن الحروب المحدودة لا سلام فيها فهي الخيار السيء الثاني بالنسبة للناس الخيار السيء الثاني بالنسبة للناس مقارنة بشبح الحرب النووية يعني هذه ترجمة نوعا ما فيها تفسير كثير جدا لأن اللغاء لا نعتقد أن كلمة customs معناها عادات إنما معناها أعراف على كل حال هذه الترجمة هي ترجمة فوق الجير جدا غير ما وتصل إلى الممتاز أحيانا ولا شك أن الذي ترجمها يعني عنده قدرة عالية على الترجمة هذه الأخطاء التي نصلحها هي أخطاء يعني اعتدنا في التحرير اللغبة عن أن نصلحها بعضنا إلى بعض لا يوجد أي مشاكل أساسية كما قلنا بعض الأشياء التي تحتاج لتعديل نتمنى الانتباه لها بالنسبة للغة العربية إلى الإنجليزية لدينا نصوص قانونية تعالوا ننظر في تطبيق أحكام هذا القانون هو في الواقع القانون حرفي نوعا ما Under the provisions of this law هذه Under the provisions of this law تعني بموجب أحكام هذا القانون يعني بعيدة نوعا ما عن الأصل وإن كان في الأثر القانوني نفسه لا نقول أنه سيء هناك استخدام save ما لم تقضي القرينة غير ذلك لا أقول إنها خطأ لكنها غير كثيرة الاستخدام يعني عادتني أقولون Unless the context requires otherwise على كل حال تبقى هذه الجملة من ناحية الأثر القانوني صحيحة لن تسبب أي مشكلة لنا في المحاكم فإذا هي قواعدية صحيحة كلامها صحيح لكن مع بعض التحفظ البسيط على هذه بسيط يعني ليس كثيرة التحفظ لأن في تطبيق In The Implementation هناك شيء من الأخطاء القانونية بالنسبة لنحن في اللغة العربية عندما نترجم من العربية إلى الإنجليزية القانونية هناك صيغ لا بد من التزام بها هذا هنا خطأ بالنسبة لنا لا نقول have إنما نقول shell have لأن هنا لدينا إلزام يقصد بالألفاظ يقصد هنا فعل الفعل المضارع باللغة العربية يترجم بshell بالإنجليزية أو حسب الصياغ رقم 2 إذا انتفى النص في هذا القانون فتطبق على المواد التجارية أحكام القانون المدني هذه الجملة وضعناها للتنبيه على أننا في بعض الأحيان نحتاج إلى التحرر من الجملة بالإنجليزية إذا لم يكن لدى مجال بالترجمة الحرفية نحن قلنا هنا نحتاج للترجمة الحرفية لكن حتى في القانون أحيانا نعتمد على روح النص وليس على حرفية النص إذا كانت غير مفهومة هذا الكلام المقصود فيه إذا انتفى النص يعني النص هنا ليست معنى تكست النص يعني أن تنص على الشيء يعني to provide for to provide providing النص الفعل يعني النص من كلمة الفعل acting يعني ing فيها هنا لاحظ as if the text within this law is precluded إلى آخره هذه الجملة غير صحيحة نهائيا نهائيا لأننا هنا المعنى غير ذلك هذه أنا لو أرد أن تترجمها نتحرر قليلا من أجل أن تكون الترجمة صحيحة in matters not provided for by this law the commercial provisions shall be governed by the civil code على سبيل المثال any matters not provided for in this law shall be governed by the civil code إذن يعني إذا انتفى النص من المواد التجارية يعني معنى آخر matters of commercial nature بهذا المعنى not provided for in this law shall be governed by the civil code لا تعد الدولة ودائرها للبلديات إلى آخره من التجار هنا في عنا مبتدأ وخبر عمليا باللغة الإنجليزية subject and predicate شيء من هذا القبيل لا تعد ولا دائرها ولا بلديات هذه الصغة خاصة نسميها بالإنجليز نبدأها neither is state nor its departments municipalities committees clubs associations ذات الشخصية الاعتبارية هذه من المصطلحات القانونية المعروفة مقصود فيها legal personality of legal personality may be considered as merchants even if they even if they perform commercial transactions full stop however such commercial transactions shall be governed by the provisions of the trade law societies associations associations غير societies legal personality صحيحة التي هي الشخصية الاعتبارية are not ليست كذلك shall not be considered as merchants merchants لأن هذه هي الكلمة المستخدمة في القانون التجاري ومصطلح التجاري may not be considered وليس are not considered لأن هذه ليست من الأشياء الموجودة في القانونة العادة هنا يجب أن تكون جملة منفصلة نقطة however such transactions جيد أنك ذكرت كلمة such shall be subject to وليس are subject to يعني الجملة عمليا هي ليتنا فقط أن تتبه إلى الإلزام صيغة الإلزام هنا ضرورية جدا وصيغة الجواز وغيرها في الجملة رقم 4 موطن الشخص هذه من القوانين الكلمات التي تستخدم قانون المدني ومعروفة لدينا أن كلمة موطن معناها بالقانون المدني domicile هنا أنت ذكرت habitat ولكن هي domicile وليست habitat الشخص لا يوجد شيء اسمه شخص individual كما ذكرت individual معناها فرد شخص معناها person لا نداعي أبدا في القوانين أن نذكر هي والشي هذه ليست موجودة في القوانين لأن هي تعني شي وشي تعني وهذا ما يذكر أحيانا في دباجة العقود أن المذكر والمؤنث يعنيان الأمر نفسه المفروض هنا أن تكون جملة جديدة أي شخص يمكن أن تكون لديه آخر موطن موطن أي شخص يمكن أن تكون لديه موطن أو يمكن أن تكون لديه موطن جميل أنك ذكرت may not have عدم الجواز أو المنع أو يعني بكل بساطة أنه لا يوجد لديه may not have يحق له أن لا يكون له أي شيء هذه الجملة الأخيرة نقف عندها حق المؤلف وغيره من الحقوق التي ترد على شيء غير مادي تنظمها قوانين خاصة حق المؤلف معناها copyrights and other such rights related to شيء غير مادي ما معنى كلمة شيء غير مادي فهذا شيء غير مادي مقصود فيها هنا الحقوق غير مادي وهي immaterial rights immaterial rights shall be regulated by special laws صحيح نعم ال subject to special laws shall be subject to special laws هي التي نقبلها عادة ننتبه إلى الصيغة الإلزام في القانون shall be subject to special laws shall be regulated by special laws كلهم هنا متساويان في اللفظ وفي المعنى وفي الأثر القانوني خلاصة الأمر هذه الترجمة التي رأيناها ترجمة ممتازة لا يوجد فيها أي مشكلة لكننا نحتاج بالنسبة للناحية القانونية إلى بعض التركيز على استخدام فهذه هي الملاحظات شكرا لإصلاعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته